في أول السنة كنت موجودة معنا والحمد للهرب العالمين من أول السنة لحد الآن عملت أشياء كثير مميزة منها أطلقت أغنية خاصة لإليك وشاركت بمهرجان جراش مهرجان الفحيص مهرجان صيف عمان وكان في إليك حضور كثير يعني جيد هاي السنة فألف مبروك وكيف شعورك مبسوطة هاي السنة أول شي بحكي صباح الخير وكمان صباح الخير عليكم وصباح الخير عليك لأنه أنت قابلتني كمان أولت السنة صباح الخير صباح الخل وصباح الخير على قناة رؤية اللي بلشت منها وإن شاء الله رح أكمل فيها يعني إن شاء الله طبعا هي انتراكتي كانت بقناة رؤية الحمد لله أكيد كثير مبسوطة هي فترة كثير قليلة ولكن أنه أنجزت يعني عديت فيها وهمشي أنه صار في عمل خاص لإلي هي اسمها أغنية نيسا روحة كلمات الشاعر محمد الجبوري والحان وتوزيع الفنان عبدالله الهميم ممكن أسمعكم طبعا يلا طبعا هي أغنية عراقية صح؟ تمام منعفتك كانت نفست والدنيا ضحكت لواشت منادر أنت وشي مهم حتى بجي من غيابك هاسف يا روحي واتذار سميت محبوب العمر اش تسوى لك مضي يا بشار نشان العطر بثيابك سميته محبوب العمار اشتسوى لك مضيع بشار كان العطر بثيابك اولا ويلة ويلة على كل لحظة ويا وقلبي قلبي قلبي ما ميت بليا اولا ويلة ويلة على كل لحظة ويا هو قلبي 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 ما ميت بليا الله 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 يعني عليك شحلوة هالأغنية شو صوتك حلو اسلاموا لي حلو جميل جدا حكينا عن هالأغنية شوية رغاد كيف اشتغلتوها كيف ظروف الانتاج لهالأغنية كانت صراحة هالأغنية كانت سجلتها بوقت كانت كورونا وشفت كيف كانت الكورونا عدت عدت نحنا هاي السنة يعني لانطلقنا سمعت الأغنية حبيت كلماتها جوها كتير حلو كوني أنا يعني بجيد اللهجة العراقية فلما سمعت الأغنية هيك حسيت فيها قلت يا رغد انطلقي يعني خلص ما تخافي في ناس تتخوف انه يعني بعدها أنا ما صر لي يعني صر لي سنة سنة ونص بهاي المجال ولكن بتخوفوا انه لأ بكير فأنا حكيت لأ لازم أبصم بصمتي وحط أغنيتي براو طب يعني شو اللي أواكي يعني مرات الواحد بقول بلكي ما زباط بلكي يعني أول مرة دائما صعبة شو اللي أعطاكي القوة انه لأ خلص يلا رغد اعملي أغنيتك الأولى طبعا أكيد الناس اللي حوالي الناس اللي بتحبني انه رغد انتي صوتك كتير حلو اعملي اسم لإلك انه شي خاص لإلك حلو انه نغني لفنانين كبار ونحن تربينا عليهم ودرست منهم يعني كيف الغنى واصول الغنى ولكن كل فنان لازم عشان يقدم خطوة انه يكون يحط بصمته نعم رغد انت شاطرة بالموويل نعم سمعينا موال شو رأيك خلينا يلا الوفي الدرب ها زرعته دواهي عتبر ما عادت الجرحك دواهي الوفي الدرب ها زرعته دواهي عتبر ما عادت الجرحك دواهي ويا ما تحت السواهي في دواهي ويا ما خلف المراعي في دياب الله يا نار قلبي يا نار قلبي على مهلك يا هوا على قلبي أنا قلبي بعض من الهوا ماشي في على مهلك يا هوا على قلبي أنا قلبي بعض من الهوا ماشي في إذا ما بتتركني في حالي راح أخلي الهوا شمالي إذا ما بتتركني في حالي راح أخلي الهوا شمالي تفيك و نارك تنطفيت فيك و نارك تنطفيت محلى صوتك لا لا أنا هيتم بعض كل اندهاج برافو 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 كيف بتنقلينا من الموال لذيك للحركة السريعة برافو 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 وشفيه كمان صوت نجوة كرم صعب طبعا وكأنه معها فرقة كيف صوت نجوة كرم كتير صعب يعني والليفل كتير عالي ما شاء الله يعني رغد ما حالي حاليا عالب ما عم بتفكري يعني مرأوا ست سبعة شهر الماضين ما شاء الله كانوا ممتازين كيف تتطلع من هون لآخر السنة والسنة الجاي هلا بفترة السبعة شهور الست شهور الحمد الله الحمد الله شاركت بمهرجان جرش الحمد الله بصيف عمان بمهرجان الفحيس هاي يعني كبار الفنانين وقفوا على هاي المسارة صح جرش يعني تحديداً من أكبر يعني المهرجانات في الوطن العربي مش قليل وكبداية لإلي والفحيس طبعاً يعني تحية كبيرة يصيف عمان كان ممتاز وكبير يعني بس أكيد يعني وقفات مهمة طبعاً أكيد وكبداية لإلي هذا شيء كتير حلو وخطوة كتير كبيرة إن شاء الله آخر السنة رح أعمل أغنية هدي لعيد جلالة الملك إن شاء الله وأكيد آخر السنة عندي حفلة براس السنة رح أحط الديتيلز تابعونها إن شاء الله بحساب الأنستجرام رغد 05 تابعوني على الحساب الأنستجرام رغد 05 لحتى تشوفوا تفاصيل الحفلة وحفلة راس السنة إن شاء الله ليش 05 يعني لأني شهر خمسة بحب رقم خمسة أوكي يعني هكي 0 برافو رغد برافو طيب إيش بحب تسمعين إشي تاني طبعا أكيد أنتي قلتين لأني أنا بدأ أسمعكم عشان تنبسطوا وحنا أجازي الآبوم كله يصبرني الما يدر بيه يصبرني الما يدر بيه ويقول تول عشرة وشفت بولها والتاليها شلون ينسيني من ينسيني ينسيني من ينسي حزني والهموم وانطيه الباك من سنيني وانا وانا الممنون ومعاكم خبر زين يا رسول يا رسولة سلامة لا تخيض ظنوني أسألك عن البحرين كيف أهل المنام وانا ما عادهم يذكروني قلهم يا مسافر اني بالليل سهر قلهم يا مسافر اني بالليل سهر ما أظن الذي حبتهم يتركوني لا ولا يظلموني ما أظن الذي حبتهم يتركوني لا ولا يظلموني ما أظن من أين جبتيها؟ لأغاني المهمة مهمة كثير رغاد مبسوطين فيك تساعدين بخطواتك الثابتة وساعدين أنه أنت عم بتقدمي ساعدين أنه في عندك هاي الثقة بالتقديم وساعدين كمان أنه أنت دائماً عم بتحاولي وعم بتفكري وعم بتقدمي إشي أنت يعني واثقة منه وبتحبيه يعني كيف شعورك تجاه الفن خلينا كيف شعورك تجاه الغنى كيف أفكارك خططك هلأ مبدئيا أنا لأنه شي هذا بحبه يعني وبالفترة يعني من الله فحابة أستمر هذا الشي وحابة أكبر أكتر وأكتر طبعا الإنسان ما بيكتفي وطموحه ما بينتهي فأنا حابة أنه طموحي يكبر وأوصل لمرحلة كتير حلوة الحمد لله أنا يعني بفترة قليلة بس وصلت لمرحلة منيحة إن شاء الله أنه أوصل أكتر وأكتر طبعا طموح مش محدودي يعني رائع يعني الحلو أن أنت مؤاملة بخطواتك وعم تاخد عندك الشجاعة أنك تعمل الأشياء اللي غيرك بيتردد ونحن هلأ منحب ننهي بصوتك شو بدك تسمعينا إشي هيك حلو منغني هيك مدلي حلو آه يلا مدلي إذن يعني أكيد قبل ما نختم على صوت رغضة حجازية وليش بنا نتشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا نتمنى لك توفيق وأهلا وسهلا فيك دائما بتشار فينا دائما في دنيا دنيا وقبل ما نختم أيضا نتمنى لكم بقية نهار سعيد وأسبوع جميل وما تنسوا تابعونا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي المختلف على فيسبوك وإنستجرام على يوتيوب وموقعنا الإلكتروني دنيا يا دنيا دوت كوم نتمنى لكم يعني عطلة نهاية أسبوع جميلة جدا شكرا رندا ويعطيك العافية شكرا هيثم واستمتعوا بعطلة نهاية الأسبوع وتقضوها مع الناس اللي بتحبوهم واللي بيضيفوا إشياء حلوة لحياتهم إلى اللقاء شكرا جزيلا والنهاية مع صوت الرغاد فضلي بتغيب سعب جنتا لاقيك بعد الثواني بحتر بشتاء هينتا ومعي بسمر عيوني فيك آه أذما بحبك بخاف من الفراء ودخل عيونك حاكينا ولو مع عيونك ما جينا ودخل عيونك حاكينا ولو مع عيونك ما جينا ووصلتنا لنص البير وقطعت الحبل فينا وإليه 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 بسك تيجي حارتنا وتتلفت حوالينا وعينك على جارتنا وولا عينك علينا